امر الصفة اللجين اكتب الكريم الكريم اخوال göre ا uploaded اخوال هي اللي غادي تكون زيادة في الأجر تاعك في الراتب تاعك. المتابعين الكرام مرحبا بكم مشاهدين اوفياء في فيديو جديد وموضوع جديد معكم على قناة هل تعلم؟ اليوم موضوعنا سوف يكون حول اقتطاعات الضاربة على الدخل التي سوف يتم إلغاؤها بالنسبة للعمال والموظفين الذين يتقاضون رتب شهري أقل من 30 ألف. هذا موضوعنا الأول. اليوم لدينا ثلاث مواضيع سوف نتكلم عنهم. الموضوع الأول سوف نذكر جميع الزيادات للعمال الذين يتقاضون أقل من 30 ألف من 15 ألف حتى 30 ألف أي من مليون ونصف حتى 30 ألف غادي ما يكونش عندهم الضاربة. واللي عنده الضاربة غادي نحوها له تكون عنده زيادة في الراتب إن شاء الله. والموضوع الثاني غادي نتكلم على صحاب الناس اللي يخلصوا من 30 ألف حتى الربعة وثلاثين ألف وخمسمائة دينار. أي اللي يخلصوا من 30 ألف حتى 30 ألف وثلاثين ألف وخمسمائة. هذه الفئة تالعمال وموظفين اللي يتقاضوا هذا الراتب. غادي تكون عليهم إلغاء الضاربة ولكن ليس إلغاء الضاربة كلي. سوف يكون عليهم القطاع من الضاربة نسبي أي تكون عندهم الضاربة القديمة والضاربة الجديدة. مشي كما الناس اللي يخلصوا من 30 ألف ينحولهم الضاربة كم؟ اللي يخلصوا من 30 ألف حتى 40 ألف وثلاثين ألف تكون عندهم ضاربة جديدة وضاربة أقديمة. في هذا الموضوع الثاني بعد ما تم إصدار إلغاء الضاربة على الدخل في الجريدة الرسمية. اليوم حبينا ندروا هذا الفيديو هذا الموضوع باش نفهمكم كيفاش غادي تكون هذه الاقتطاعات واشعال غادي تكون الزيادة تاعك حين نحولك الضاربة. الموضوع الثالث هو الفئة الثالثة هم المعوقون وأصحاب الصم البك. الناس اللي خلصوا من 30 ملايين وربع ملايين هما أصحاب إعاقات الصم البك. ثاني غادي يقطع لهم ضاربة حم بالصح ما غاديش إنحوها لهم كامل. غادي نحولهم نسبة مضاربة اللي غادي نتناولوها في هذا الموضوع. وإذا كم حابين تعرفوا وشعال حب تكون زيادة تحكم الفئة من المليون ونصحت ثلاثة ثلاثة ملايين. ومثل ثلاثة ملايين حتى ثلاثة ملايين وربعمية وخمسين علف. ومثل ثلاثة ملايين حتى الرابع ملايين بالنسبة للمعوقين الصم البك. إذا كم حابين تعرفوا شهدوا هذا الفيديو حتى الاخير. لكي كل موظف من هذه الثلاث فئات يتعرف على ضريبة جديدة التي تكون على الدخطاع جديدة والقديمة التي ستحهلون الفارق بينهم هي الزيادة التي ستكون لصحاب الناس التي تقضوا من ثملاين حتى ثملاين وربعمائة وخمسين كما راكم تشوفوا في الجاردة الرسمية إخواني الكرام المادة 9 تعدل وتتمم أحكام المادة 180 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي المادة 104 تحسب الضاربة على الدخل الإجمالي وفقا للجدول التصاعد بدون تغيير حتى بين 1,000 و 1,500 دينار جزائري تستفيد المداخل التي لا تتعدى مبلغ 30,000 دينار من إعفاء كامل من الضاربة على الدخل الإجمالي هذا موضوعنا الأول اللي غادي انتكلموا عليه الناس اللي يخصوا قلمة الثملاين غادي انحولهم الضاربة كامل الفئة الزوجة اللي غادي استفاد من إلغاء الضاربة وهي الفئة اللي فوق 30,000 دينار وتقل عن 35,000 أي اللي يخصوا من 83 حتى 84,450 من تخفيض إضافي ويتم تحديد الضاربة على الدخل المستحقة بالنسبة لهذه الفئة من الدخل وفقا للإستغاء الآتية الضاربة على الدخل الإجمالي تساوي الضاربة على الدخل الإجمالي وفقا للتخفيض الأول 3 على 8 ناقص 3 على 20 وعلوة على ذلك تستفيد المداخل التي تفوق 30,000 دينار وتقل عن 40,000 التي يتقاضها العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو المكففون صم البوكم هذا الفئة الثلاثة المعنية الناس اللي تخلصوا المعوقين مثل الثملاين الربعملاين أما الموظفين العاديين مثل الثملاين مثل الثملاين وربعمية وخمسين عام والفئة اللي تحتى الثملاين غادي نتكلم عليها في الموضوع تعنا الأول تابعونا غادي نفهموكم ونوضعكم الشرح اللي تفهمو به عن طريق جداول والجداول الآن روحوا لها باش تفهمو واشراني نهذر يبقى معانا لا تذهبوا بعيدا حتى نهاية هذا الفيديو فاصل ثم نعود السلام عليكم خابتي هانا أرجعنا لكم كما راكم تشوفوا الجدول الأروا أمانكم الفئة الأولى الآن اللي نحن نتكلم عليها وهي فئة ناس اللي تخلص قل من الثملاين وفوق مليون نونس هذي الفئة الأولى اللي غادي يلغوا عليها الضاربة نهائية كما راكم تشوفوا في هذا الجدول أما الفئة اللي تخلص من ثلاثة ملاين حتى ثلاثة ملاين وربعمية بالنسبة للموظفين والعمال العاديين اليوم جبت لكم حاجة مليحة اللي تقدروا تحسبوا انتوما الراتب بتاعكم جبت لكم برنامج وعبارة عن آلة حاسبة خليكم رابط البرنامج أسفل الفيديو في الوصف وانتوما واشرع عليكم مديروا تحملوا هذا البرنامج وانا قاعد نريدكم مديروا كيف يشتخدموا به الناس اللي يخلصوا من ثلاثة ملاين حتى ثلاثة ملاين وربعمية وخمسين عالف للموظفين العاديين والناس اللي يخلصوا من ثلاثة ملاين حتى الرابع ملاين بالنسبة للمعوقين الصم والبهم كما جاء في الجاردة الرسمية الموظفين العاديين الزيادة للأجر التحم وقتطاع الضاربة النسبي يكون من ثلاثة ملاين وثلاثة ملايين وثلاثة ملاين وثلاثة ملايين الضاربة تحم تقويت كما رهي سنجعل هذا البرنامج أيضا تحسب الفارق بين الضريبة جديدة وذلك الفارق هو الذي ستكون فيه زيادة. سنستعمل هذا البرنامج معكم. تابعوا هذا الفيديو و لا تذهبوا شبعي. كما رأيكم تشوفوا خابتي الناس الذين يخصوا قلمة ثملاين. هذا الأجر تحمى الذي رأيه في حرف A كما رأيكم تشوفوا. وهذه الضريبة تحمى للدخل في حرف B. معنى ، الضريبة على الدخل في حرف B هي التي سيديها ويزيدها للشهرية. كما الناس الذين يخصوا مليون و نصف. كما رأيكم لا يعملون ضريبة. الذين يخص مليون و نصف وعشر دينار الفارق ، لديهم ضريبة على الدخل تأيه، اثنين دينار لكن هذه الفئة لا تنسوش ، لكن الناس الذين يخصوا مليون و نصف حتى الزج ملين هذه الفئة سيكون الأجر تحمى الأدنى وهو الجملين. أي الناس الذين خلصوا مليون ونصف سيستفادوا من الأجر الأدنى المضمون وهو 20F دينار أما الضاربة على الدخل هذه الفئة التي ركما تشوف فيها عندها ضاربة قليلة بزاف كما هذا مليون ونصف وعالف راك عنده ضاربة 2 دينار 40 درو كما ركما تشوفوا باش ما نطولوا شاركوا في الفيديو أنا نحبط للجدول وانتم ركما تشوفوا كل واحد يشوف الخاصة تاعه يشوف الخاصة تاعه في الجدول A وشوف الضاربة على الدخل تاعه في الجدول B يعرف زيادة اللي غادي تكون كما ركما تشوفوا خوتي مثلا هذا مليون وسبعمائة غادي تكون الضاربة على الدخل تاعه وربعين علف غادي تزيدوا الوربعين علف ويطلع له الأجر الأدنى المضمون سجمليين يكون يخلص سجمليين وربعين علف كما ركما تشوفوا خوتي ونطلاغ بشوية باش منطوش عليكم الفيديو لا خطر شكاين بزاف نار رواتب أخواني الكرام من مليون ونصح حتى الضملي نار رواتب أخواني ترجمة نانسي قنقر كما راكم تشوفوا خرطي الناس اللي يخلصوا 20 ألف ضارباتهم 100 ألف اللي يخلص 20 ألف غادي واللي يخلص 21 ألف ترجمة نانسي قنقر مهم الإنسان الذي يخلص 30 أف دينار الزائري وهو الحد الأقصى سوف تكون الضاربة بالنسبة للناس يخلص 150 أف دينار أي ناس الذين يستفادون من هذا الضاربة سوف يجدونه كامل يستفاد من 250 أف دينار عندما نبدأ في فكرة الثملاين تبدأ تنقص زيادة لخطر لا ينحو الناس الذين يخلصوا فكرة الثملاين كامل للضربة سنحوالهم نسبياً لكي يحافظوا على تباعد الأثور لخطر أن يزيدوا الواحد ١٥٠٠ سيكون يخلص ثملاين ثم يخلص ثملاين ولكن لن يخلص ١٥٠٠٠ فكرة الوضعين ١٩٠٠٠٠ سيكون يملكه ١٩٠٠١ ً٠٠٠ ١٩٠٠٠٠ دلzم انه يخلص ٢٩٩٩ ٢٩٩ الى اللي خلص ٢٠٠٠٠٠٠٠ لذي تكون زيادة سياحتو ٢٠٠٠٠٠٠ الآن نذهب إلى الفئة الثانية الفئة الثانية هي الناس التي تخلص من ثلاثة ملايين حتى ثلاثة ملايين وربعمائة وخمسين علم إن شاء الله ستكون الفارق على زيادة تحم لكي نتفهمه نذهب إلى الجدول الثاني اللي هو أمامكم كما راكم تشوفوا خبتي فئة الدخل الناس اللي يخلصوا ثلاثة ملايين كما راكم تشوفوا الضاربة على الدخل تحم ألفين وخمسمائة الضاربة جديدة ستكون صفر سنحوها لكامل هنا الإنسان الذي يخلص ثلاثة ملايين وخمسين علم ستكون الضاربة على الدخل عليه القديمة هي ألفين وستمائة وخمسين والضاربة جديدة ستكون ربعمائة دينار هي ربعين علم نجيب البرنامج تعنا اللي هتكلمناكم عليه راكم هنا أمامكم اخواني الكرام راكم تشاهدوا فيه هنا نكتب الخلصاتي على هذا الإنسان ستكون ثلاثة ملايين وخمسين علم ثلاثين ألف وخمسمية عنده الضاربة على الدخل القديمة هي ألفين وستمائة وخمسين وهنا الضاربة جديدة هي ربعين علم ستكون الزيادة الفارق هذا هذا الفارق الذي صنعه هذا البرنامج سنجعلكم أسفل الفيديو انتهى واش تدير تكتب الخلصاتي علىك بالنسبة للناس الذي يخلص من ثلاثة ملايين حتى الربع ملايين كينزوج فئات فئة موظفين والعمال العاديين الذي سنحولهم ليرجي نسبة ما الذي يرجي تحمل قديمة والفارق هذا الذي صنعه هو الزيادة الزيادة ستكون في الأزر بتاعك الناس الكثير من 375 الموظفين والعمال العاديون والناس الذين يخصون 199950 ألف هم معواقين ستمروا الجدول تحملوا بعد هذا الجدول تابعوني يمليح لكي تفهموا هذه النقطة مهمة كما يروني سلنا 1250 هذه 1250 ستزيدوا له في شهرية يلز but um which is sp. ٥٢٠٥٥٠٦ و ١٠٠٥٠٣ يبالو×٥٥٠٠ ٥٠٥٠٠٥٠٠ يكون يخلص كثير من هذا 32.75 ألف وهذا يكون يخلص 32.50 ألف نزيد له هذا 250 ألف وهذا يزيد له 225 ألف ويخلص 3500 ألف أي تابعة الأجور يكون بناتهم 25 ألف وكامل الأجور يروحوا هك 25 ألف 25 ألف كميرا كما تشوف تابعونا الآن باش من طول الاشلاة فيديو وخليك الجدول أنتم محس بوحدكم نزيد الكاميرا كتاب هذا أخر ونمره للفئة الثالثة كما ركما تشوفوا خبتي ندره مثلا الذي يخلص وحده 30 ألف وحده 30 ألف يرجي تقديمة 200 ألف وثمانمائة وثمانمائة ويرجي تقديمة تاعه والذي يرجي تقديمة والذي يرجي تقديمة ثممائة دينار سيزيد ذلك 200 ألف وثمان المحسين والذي يرجي تقديمة 200 ألف يرجي تقديمة محسين ومحسين سيزيد هلو أو سيزيد 200 ألف ومحسين ألف سيزيد 98 يقوم بحقوة تربية 30 أبوة 2phonoo 50 أبوة 32 75 60 35 50 أبوة 250 أبوة كل راتب وراتب حتى هال 34 أبوة 25 أبوة هذا البيئة 25 أبوة الثانية وفقوة 25 أبوة وفقوة 25 أبوة وراتب حتى توصل الربعة وثلاثين الف الربعة وثلاثين الف هو الراتب اللي غادي يكون عليه زيادة قليلة كامل غادي نديرو الربعة وثلاثين الف خمسمية ليرجي تاعو اقديمة ثلاثة ألاف وثمانمائة وخمسين ورق الجزي تاعو اقديمة ثلاثة ألاف وثمانة عادي يكون الزياده кадى الى يخلص يخلص زيادة مائتين وخمسين دينار 025000 د۱ ثلاثة ألافmp 3500000 ganhar closestنوانيا أقديما يخلصت طرنت قد اخ mark و بين هذا الذي يخلص ٨٠ ٥٥١٠ ٥٠٠ ٥ ستقعد بينتهم ٥٠٠٠ ٥٠٠٠٠ صاحبة ٣٣ و ٣٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ و الذي يخلص ٣٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠٠٠ يقعد كما رأس في الأجر التاعه متوقف كامل الأجر الغباب ٣٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠ تكون بين كل راتب والراتب الفغل منه الآن ننتقل للفئات المعاوقين الجد وتحم هونا. فئات المعاوقين سيتمس إليهم تسمس مثل ثملائين 950 عالف. وأيقال مر 5 ملايين. لن يكمل الموظف العاديين من أنهم مثل الثملائين و 450 عالف. وهو مثل ثملائين حتى ثملائين 950 عالف. الغراطب الأول وهو الثملاين ستكون الضربة على الدخل عليه 1750 والضربة جديدة مكاشف نتناقل الإنسان ليخلص ترونتيا الضربة على الدخل القديمة 1960 والجديدة التي تكون عليه الآن هي 50 دينار نتناقل الإنسان ليخلص ترونتيا الضربة على الدخل القديمة 1960 والضربة جديدة هي 500 دينار نسيب الفارق هو 1460 ألف أي يزيده 1440 ألف تقوم بتقديمة ثلاثين وخمسمية شعالها تعطينا الآن وعنده 30 ألف شعالها تعطينا 32 ألف وستة وتسعين عفل تقوم بتقديمة ثلاثين ألف وستة وتسعين عفل نتناقل الإنسان ليخلص ترونتيا الضربة على الدخل عليه 1275 والضربة عليه جديدة ستكون ألف وميتين وخمسين الزيادة تكون عنده مئة وخمسة وعشرين ألف وخمسة وعشرين مئة وخمسة وعشرين ألف يقول لي يخلص ترون طوى خمسة وسبعين ألف أي الراتب ميكونش متبعد بزاف أنا خليكم هذا الجدول أنت وش تدير خن ولا تكتب الراتب بتاعك بالنسبة للناس اللي يخلصوا في كثيرا ثم لين أنا أريدتكم الجدول هنا باش تعرفوه وتعمل الضاربة روح للفيديو شوف الضاربة تاعك القديمة اشعال وجديدة اشعال اكتب القديمة وكتب جديدة القديمة تكتبها في الخانة الزوجة وكتبها في الخانة الثالثة والأجر تتضغط هنا في الخانة الأخيرة تعطي لك الفارق وهو الزيادة التي ستكون عليك وهي التي ستكون زيادة في الأجر تاعك والناس المعاوقين اصحاب الصم البخم يأتي هذا الجدول وكتب الأجر تاعك وكتب الضاربة على الدخل القديمة كما راكم تشوفوا قدام أمامكم في الجدول تكتبها في الخانة الزوجة. والضاربة الجديدة التي رأي هنا في الجدول كما راكم تشوفوا هي تكتبها في الخانة الثالثة. وتضغطها للخانة الأخيرة. الفرق الذي تشبه في الخانة الأخيرة هو الزيادة التي ستكون عليك في الراتب. إن شاء الله تكونوا فهمتوني وركزتوا معي مليح وستفدتوا. ونزيدنا لكم الرابط هذا الجدول الذي راكم تشوفوا فيه. رابطة أسفل الفيديو لكي تعرفوا الضاربة للدخل القديمة والضاربة للدخل القديمة جديدة. كما راكم تشوفوا هي الأولى البي القديمة والسي هي جديدة. أما الضاربة هذه التي تشوفوا فيها التي فيها 5 دينار و 10 دينار و 18 دينار هي الضاربة صحاب لزون ديكا بي المعاقين. خاصة بالمعاقين الذي يخلص هذه الخالصات ليرجي تحم هايونية. وإذا تبحتوا الجدول الأمليح تبعوا الجدول هذا اللي اتكلمت عليه. هاوينا فيه جميع الفئات المعنية مثل ثمانين إلى ثمانين و 500 الموظفي العاديين. وبالثمانين مثل ثمانين و 950 الموظفين المعاقين الصمول بكم. وتبعوني كيف أجدتكم الجدول. سوف نخليكم رابط البرنامج هذا. لكي تحسبوا وحدكم وتعرفوا زيادة اللي سوف يجدها لكم. أتمنى أني وفقت في الشرح. وعذوني على هذا الفيديو الطويب. ولا تبخلوا علينا إن آرتم بضغط زر الإعجاب. تدعيما لنا ودعمكم يحفزون دائما من أجل الاستمرار. في هذه القناة لتقديم لكم الأفضل إن شاء الله. ولا تنسى الاشتراك في القناة إذا عجبك الفيديو. وتفعل زر الجرس لتتوصل بجددنا أول بأول حين نرفعه على القناة. وإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن الشيطان. اللهم واحدة تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد. فصلوا عليه وسلموا تسليما. وأي استفسار منكم تركوا لنا أرائكم أو استفساراتكم أسفل الفيديو في التعليقات. في فيديو قادم إن شاء الله هو موضوع جديد ألقاكم بخير وعلى خير. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.